في الأنبار وقرب المثلة الحدودي مع سوريا والأردن والسعودية هناك منطقة وديان تقع بالجنوب من مدينة الرحالية غربي الأنبار تعرف بوادي قدف منطقة عابرة للخرائط يجسد اسمها صدى خشنا على المسامع لموقعها المحوري بالأنبار ولقربها نسبيا من كربلاء والنجف والأهم من ذلك تعد منطقة وادي قدف منطقة تمحور عسكري للإرهاب حيث شهدت رمالها الواسعة قطع روس وإراقة دماء آخرها مجازر تمت بحق مدنيين خلال جمعهم الكماء وقبلها الكثير من الحوادث من قبل جيوب تعسكر بالمنطقة مما استدعى منع خروج المواطنين إلى الصحراء من قبل عمليات الجزيرة والبادية ورغم عمليات التحرير في الأنبار عام 2015-2016 والتي قادتها جيوش عراقية جرارة مدعومة بغطاء جوي كثيف إلى أن منطقة وادي قدف المحورية ما تزال تصنف ضمن المناطق غير الآمنة وربما هي المنطقة الوحيدة في العراق التي ما تزال حاضنة لخلايا الإرهاب من داعش وتنظيمات أخرى بحسب تقارير أمنية هناك روايات لبعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي تقول إن التحالف الدولي لم يكن جادا ولا يرغب في دعم تحرير تلك المنطقة من جيوب الإرهاب لأهداف مجهولة حتى الآن وتقول تلك الروايات إن التحالف أزال خرائط تلك المنطقة من محركات البحث في جوجل غير أن قاعدة عين الأسد الأمريكية أكدت أن حجب بعض الخرائط من جوجل هو لتأمين القاعدة القريبة نسبيا من منطقة وادي قدف غربي الأنبار ويقول التحالف الدولي أيضا إن هناك قوة عسكرية أمريكية تتحرك بصورة دورية لتأمين وادي قذف وتصل دوريات أحيانا قرب منطقة النخيب هذا الملف الشائك تداول كثيرا في تقارير استقصائية دولية إذ أكدت أن الوديان الخطيرة والواسعة في المناطق الغربية كوادي حرانة ووادي قذف ووادي مكر الديب ووادي أم اللوز غربي الأنبار هي من أخطر المنخفضات وأوسعها مساحة حيث نقل تقرير معلومات مدعومة من أطراف حكومية تفيد بوجود قاعدة عسكرية كبيرة جدا لداعش حتى اللحظة المثلة المخيف في الصحراء الغربية هذا والواقع على بعد 77 كم عن الطريق الدولي باتجاه السعودية يستدعي توضيحا أمنيا رفيعا عن واقع تلك المنطقة وذلك بالتزامن مع عودة افتتاح منفذ عرعر مع السعودية بغية إنجاح الحركة التجارية مع البلد الجارة بعد تأمين الطريق الدولي